السلام عليكم البنات كديري لبس عليكم كتمنى هالفيديو انتم كتشاهدوا ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة المويمة البنات جيت نشارك معكم واحد جوج وصفات للبشرة المختلطة يعني بشرة عادية ممكن تديرها البشرة الجافة او البشرة الدهنية يعني البشرة المختلطة المويمة البنات هالجوج وصفات هائلين زبينين كتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم خصوصا عارفين دابا هالفصل الخريف كنكونوا ديجا معرضين الفصل الصيف كله اشي عادية للشمس كتأثر على البشرة ديالنا والصراحة دابا هالفصل الخريف بش ان شاء الله من يدخل علينا فصل الشيطة يلقى البشرة ديالنا تشبعت لنا بليماسكات وما يقتر علينا فصل الشيتاء لان فصل الشيتاء حتى هو كيوقعو في بزاف ديال كما كنقولو تقشبير ديال وجاه ودك شي ولكي ليلتها اللي ينبيع بالماسكات ان شاء الله يتبقى البشرة ديالنا زبينة وفيها واحد النظارة وغزالة مهمة البناس غنشارك معاكم لوصفة الاولى هي فيها العسل المورد ضانون مسوس هات لسات المكوناس كيخلو البشرة ديالنا هائلة وكيعطيوها واحد نظارة ديال البشرة مهمة الحباب كيما كتشوفوا معايا اخدينا جوج معالق ديال العسل وغناخدو واحد جوج معالق ديال دانون طبيعي او دانون مسوس وغناخدو واحد معالقة ديال الماء ورد بنسبة البناس ضروري الماء ورد يكون نوعية جيدة ماشي بالشرط يكون حر ولكن تكون النوعية ديال العسل تكون واحد نوعية جيدة مهمة البناس كيما كتشوفوا معايا انا راك نخدم معالقة صغيرة يعني كندير منها جوج معالق بالنسبة اللي غتخدم معالقة كبيرة غتدير معالقة واحدة مهمة البناس كيما غتشوفوا معايا ها الخالات ديالنا هو هذا سنخلطوه مزيان مزيان باش ينساج منينا الخالط كيعطينا واحد الكريمة رطبة هائلة باش نحطوها في الوجه ديالنا كنحسو بالوجه ديالنا الرطب وكيعطينا واحد اللمعان واحد الرطبية غزالة غزالة للبناس غير جربوا هذا المسك وراء غدي يعجبكم ان شاء الله لهو والمسك الثاني اللي غدا نعطيكم مهمة البناس بعد ما كنخلطوه مزيان كما غتشوفوا معايا انا انا هنشاركو معاكم في الديان نحطوه في اليدين ديالي غتشوفوا الفرق بين من اللي درت الماسك وقبل ما اندير الماسك هتشوفوا واحد النظارة من بعد ما انغسل الماسك ديالي كيعطي واحد النظارة غزالة اللوجه بالنسبة انا شاركتو معاكم في الديان غير باش تشوفوا الطريقة اما اذا بغيشوا تديروه اه غتسبقوه لوجه ديالكم هو الاول لا شاط لكم شي حاجة ممكن تديروه العنق ديالكم بليديكم الرجلكم يعني هاد الماسك طبيعي متخافوش منه البناس ارى ما فيه تشي دارار كما كتشوفوا مواد اه اه طبيعية او مكونات طبيعية يعني كما كنقولو الى ما نفعتكم ما غداش تدركم الحباب ديالي مو هدوج وصفات انا كما نشاركو مع المتتبعين ديالي نشاركو مع صحاباتي الناس اللي كتفرجوا فيا كما شو معايا احبابي انا دبا درتو في الايد ديالي كما كتشوفوا معايا صافي كنخليه واحد ربوع ساعة لبناس من بره ربوع ساعة قمشوا نغسلوه غير بالمبارد يعني بلا ما نحتاجو نديرو المدافئ عد نعودو نديرو المبارد لله ان المبارد كباش يسدلينا المسامات ديال الوجه ديالنا صافي ومن وراها كنخدو واحد القطن قطن كن نديروه في المورد ونمسحو به ايد ديالنا المهم هالطريقة اللي قدرت معاكم انا في الايد ديالي هالطريقة اللي غتستعملوها انتو ما في الوجه ديالكم غتديروه في الوجه ديالكم اربوع ساعة من وراه غتغسلوه بالماء بارد وغن ناخدو واحد القطن وغن نشوفوه بالفوتا وغن ناخدو واحد القطن ونديروه فيه المورد وغن نمسحو به الوجه ديالنا لان المورد الصراحة غزال غزال الوجه وكيعطي واحد لمعان وصراحة كيعطيك واحد رائحة رائعة في البشرة ديالك الغير جربوه ان شاء الله راه غيعيعجيبكم بزاف كي ماشيلي عاية عياً انا كان مسح preset ليشوفوا الفرقة البنات الفرق بين ايديا في اللول كي كانوا والفرق بين بعد ما درت هاد الماسك هاد الماسك البنات را غزال غير جربوه را ما غتندموش عليها اديروه مرة واحدة في الأسبوع يعني يعني عندكم الوقت يعني اللي كتعجز كتعجز قاع ما ديرش الماسك يعني مرة واحدة را كافية في الأسبوع كين دير ماسك البنات اللي يعطيكم انا بحال دبوه هاد جوج ماسك هاد مرة واحدة في الأسبوع يعني بحالة غدروا جوج لماسك في الأسبوع مثلا ندرتي ماسك اليوما ندره واحدة تلتيام ربع يام وندرت الماسك الاخر ونصمره على هاد طريقة غتشوفه لوجه ديالكم كيفاش غير جابة يجب أن نحضر موقع نصفه الثاني نحضر موزة نصف موزة كاملة نصف موزة نضيف من السديجة سوف نضيف المكوين هائل هائل لوجه لديه طور زبين للبشرة هو الكاكاو نضيف المعلقة صغيرة ولكن هذه المعلقة تكون عامرة ونضيف عليها دانون طبيعي او دانون مسوس جوج معالق دانون ونضيف عليها كما تشوفوا معايا العسل هذه الوصفة الثانية اللي اعطيتكم لبنات زيدة فيها البانان والكاكاو لأنهم مفيدين للبشرة وغزانين غزانين بزاف البشرة وكيعطوا واحد نضارة واحد البيض في واحد متقسيرة خصة الناس اللي اتحرضت الشمش بزاف ومشت للبحار والبشرة ديالها سودت او توسخت بهذا المعنى كنقولو مع البحر كما كتعرفوه كيخلي واحد الاسم ارار واحد اللون خيب في البشرة ديالنا هادوش وصفاتي الى تبعتوهم اترجع لكم الوجه ديالكم اغزال وبيض وفي واحد نضارة تشرق في الوجه ولكن غير تبعوه ديروا هادوش وصفاتي اه مرة واحدة في الاسبوع وفرقوا بيناتهم واحد ثلث ايام وان شاء الله لغتعجبكم وغتشكروني عليهم ولا عجباتكم خلوها لي في التعاليق وفي الكومنتر خلو لي تعاليق ديالكم ان شاء الله باش نقراه وباش تفرحوني مويمة البنات كيما اشتوا معايا كنخلطوا هاد المكونات كاملة مع بعدياتهم مزيان صافي البنات كيما كتشوفوا معايا وكنضعوهم على البشرة ديالنا حتى هي ربوع ساعة من بعد ما كي كرمنينا في البشرة ديالنا اه كنغسلوه بالمبارد عادي وكن نشوفوه وتاني بالفوطة ديالنا ونعودو ناخدو واحد لقطين ونديرو عليه المورد ونمسحو بي البشرة ديالنا باش كي خليلنا واحد الرائح لازبينا واحد الرطوبية في الوجه ديالنا واحد اللامعين مومي حبابي هذا هو اللي كان انا شاركت معاكم تل وصفة الثانية كما كتشوفوا معايا انا باقي كنخلط فيها كنخلطوها مزيان مزيان باش هادوك العناصر كاملة بنساج منينا مزيان احبابي وغنعود نشاركها معاكم في الايدين ديالي اه الطريقة هالطريقة كنشاركة في ديالي نفس الطريقة اللي كان اندير في دياله كنديروه حتى في البشرة ديالنا كما قلت لكم احبابي الا شاط لكم شي حاجة ممكن ديروه في عنقكم فرجليكم في ديالكم في زيقانكم يعني را ما شي مشكيل را ما عندكم مش منا تخافوا منها ما غتأثر عليكم متى حاجة الحباب ديالي لو هاد شريكين كنتمنى اه حبابي تعجبكم هادوك وصفات اللي انا شاركت معاكم وما تبخلوش على اختكم بواحد اللايك والاشتراك وفضلا وليس امر واحد تعليق محفز اه ولي ما شاركش في القناة ديالي او مر اول مرة غيشوف القناة ديالي اشترك معايا ونضم العائلتي الصغيرة باش قاناتي تكبر ان شاء الله وان شاء الله غتكبر معاكم انتم وحبابي سمحوا بياه ما بقيتش كانبال من هاد الايام لاناني شوية عيانة قلت اللهم ونشارك معاكم هادو وصفات حاجة خفيفة ومنغبرش عليكم الحباب ديالي وان شاء الله باقي غنشارك معاكم وصفات بزاف وانتمنا تعجبكم ان شاء الله وان شاء الله نخليكم على خير فيديو جديد ان شاء الله سلام عليكم موسيقى